بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دورتنا التدريبية في تسمين حيوانات المزرعة وقد خصصنا تلك الحلقة لموضوع المخلفات الزراعية المخلفات الزراعية التي يمكن استعمالها كعلف للأبقار والأغنام في الأردن المخلفات الزراعية التي يمكن استعمالها واستخدامها كعلف للأبقار والأغنام في الأردن المادة العلمية والإعداد الأستاذ الدكتور محمد حرب أستاذ تغذية المجترات قسم الإنتاج الحيواني كلية الزراعة الجامعة الأردنية إن إمكانية إدخال المخلفات الزراعية في خلطات الحيوانات المجترة الأبقار والأغنام يتطلب تقييم هذه المخلفات من جهة قيمتها الغذائية ودراسة هذا المخلف والتخطيط لإدخاله بشكل سليم يمكن تقسيم المخلفات إلى المخلفات الآتية من المحاصيل الملجنة الأتبان المخلفات الزراعية الصناعية المخلفات الحيوانية من الضروري عمل كشف بهذه المخلفات الكشف التالي يبين مقدار هذه المخلفات في الأردن والأردن في تلك الحلقة هي مثال للدول العربية ودول الشرق الأوسط الكشف التالي يبين مقدار هذه المخلفات في الأردن التي يمكن استعمالها الجدول رقم واحد كميتها في الأردن تبن القمح من 60 ألف إلى 75 ألف تبن الشعير تبن بقوليات مخلفات حمضيات وخضار وغور فرشات سماد الدواجن جفت زيتون أغصان وورق زيتون تفل بيرة تفل الخميرة أوراق أشجار الموز تفل البندورة أو الطماطم يطلق على الطماطم في الأردن البندورة وهناك مخلفات الزيتون موجودة في شبه جزيرة سيناء في مصر فوائد استخدام المخلفات الزراعية قد تقلل من تكلفة العليقة مقارنة بالحبوب التخلص من هذه المخلفات بطريقة مأمونة بيئيا إذن فائدة استخدام المخلفات تقليل تكلفة التغذية والتخلص من المخلفات بشكل يحافظ على البيئة الاعتبارات لتحقيق هذه الفوائد هل المخلف مجدي من الناحية الاقتصادية مدى استساغة المخلف من قبل الحيوان القيمة الغذائية للمخلف هل يكمل التغذية على الأعلاف الخضراء التكلفة المضافة لنقل هذا المخلف إلى المزرعة تكلفة النقل هل يحتاج هذا المخلف إلى أدوات خاصة أو مرافق خاصة للتغزين هل يحتاج إلى أماكن خاصة لتغزينه هل يمكن تغزين هذا المخلف كم من الوقت يتطلب استهلاك هذا المخلف هل هذا المخلف خالم من الملوثات التي يمكن أن تكون ضر مدى توفر هذه المادة طول السنة فصل من فصول السنة الأدبان الأدبان ويتراوح إنتاجها في الأردن ما بين 150 ألف إلى 200 ألف طن كمية البروتين المهضوم فيها منخفضة حيث تبلغ 1.9% في تبنى الشعير و1% في تبنى القمح البورتين المهضوم قليل للغاية تقريبا 2% في تبنى الشعير و1% في تبنى القمح الأدبان عسرة الهضم المعادم فيها غير متزنة المعادم فيها غير متزنة الملامح الرئيسية تعتبر الأدبان مهمة في تغذية المجترات في الأردن حيث أنها ضرورية للعمل الميكانيكي الذي تؤدي في كرش المجترات العمل الميكانيكي الذي تؤديه في كرش المجترات تعطي الشعور بالشبع نظرا لحجمها الكبير لذا دائما نقول أن الأدبان تعطي الشعور بالشبع الميكانيكي يسمى الشبع الميكانيكي تسيير عملية الهضم والإجرار طبيعيا وهذا مهم لصحة الكرش تنتج بكميات كبيرة لدى المزارع كمخلفات زراعية ولا يمكن استعمالها إلا لتغذية المجترات قيمتها العلفية تعتبر أخفض قيمة مقاراة بالدريس أو أي مادة مالئة أخرى تستعمل للحيوانات في مرحلة الإنتاج أو في المرحلة الإنتاجية المنخفضة أو في مرحلة الجفاف ويجب إضافة مصدر بروتيني ومصدر ذو طاقة جيدة ومعادن وفيتامينات للخلطة يعتبر تبن الشعير أفضل من تبن القمح وبعد ذلك تبن الأرز أو قش الأرز تستعمل للفراشات تستعمل كفرشة في الحظائر عند الولادة النواقص لا بد من فهم التبن لا بد من فهم التبن أولا لرفع مستواه التغذوي وذلك من خلال معالجة النواحي السلبية ويمكن تحسين نوعية الأدبان من خلال يمكن رفع قيمة القيمة الغذائية للأدبان عن طريق إضافات علفية معاملة الأدبان اختيار أدبان جيدة وراثيا تحسين طرق تقديمها للحيوان تحسين طرق حفظ مناسبة لها القش القش يتواجد في المناطق الريفية يستعمل كغذاء رئيسي للأغنام والماعز يستعمل في الغذاء كبقايا الحصاد أو قد يجمع ليتم تغذيته في الشتاء الكمية المأكولة طواعية منخفضة يمكن تحسين الكمية المأكولة بإضافة اليوريا والصود الكاوية الهيدروكسيد السوديوم والأمونيا وهيدروكسيد الأمونيوم المعاملة باليوريا 10% 400 ملي لتر لكل كيلو جرام أدى إلى زيادة في الكمية المأكولة 47% الطاقة التمثيلية المتناولة 77% معامل الهضم في الألياف 40% معامل الهضم للمادة الجافة 27% عند وضع التبن في خلطة بمعدل 66% والصوية 5% واليوريا 2 من 10% كان معدل النمو 44 جرام وعندما تمت معاملة التبن بهيدروكسيد السوديوم كان معدل النمو 93 جرام كفاءة التحويل في المعاملة الأولى 27 من 10 كيلو جرام لكل كيلو جرام نمو وعند المعاملة بهيدروكسيد السوديوم كان معدل النمو 10 وتسع من 10 وعند إضافة الحبوب بنسبة 25% كان معدل النمو 93 جرام يوميا وكفاءة التحويل 13 كيلو جرام لكل 1 كيلو جرام نمو هذا التحسن يحدث للحيوانات التي تغذى على تغذية ضعيفة يمكن تحسين التبن بإضافة الصوية كمصدر نيتروجين أو ديبس زائد يوريا ديبس زائد يوريا يمكن استعمال التبن في المكعبات معامل هضم تبن القمح 30% ومعامل هضم تبن الشعير 40% تفل الزيتون أو الجفت يستعمل كغذاء للمجترات الاستخلاص الميكانيكي يبقى نسبة عالية من الدهن من 9 إلى 11% على أساس المادة الجافة من الصعب حفظه بهذه الحالة الاستخلاص بالمذيبات يعطينا مادة يسهل حفظها نسبة الرطوبة به من 80 إلى 90% إذن إذا بقيت النوى القيمة العلفية منخفضة إذا وزيلت النوى القيمة الهضمية تصبح أعلى معامل هضم المادة الجافة في تفل الزيتون من 30 إلى 60% معامل هضم الدهن من 65 إلى 90% معامل هضم البروتين 7% منخفض جدا جدا إذن إذا استعمل في الخلاطات يفضل إضافة مصدر بروتيني لأن ذلك يحسن معامل هضم الجفت الذي هو تفل الزيتون يفضل سيلجته لأنها تقلل من التزنخ وتقلل من الفقد سيلجته لارتفاع نسبة الرطوبة كما قدنا من قبل من 80 إلى 90% ممكن سيلجته وتحسين قيمات الغذائية بإضافة زرق الدواجن والنخالة وحبوب الزرة لتقليل نسبة الرطوبة في المادة الكلية يقدم السيلاج مع المركز وهذا ما يجعل الاستساغة جيدة يحتوي السيلاج المضاف إليه زرق الدواجن يحتوي السيلاج المضاف إليه زرق الدواجن من 5.4 إلى 8.10 ميجا جول لكل كيلو جرام مادة جفة نسبة الطاقة أو كمية الطاقة في تجاربنا تجارب الأستاذ الدكتور محمد حرب أستاذ تغذية الحيوان بالجامعة الأردنية تم إدخاله تفل الزيتون في خلطات التسمين بنسبة 15% دونما أي تأثير سلبي في سرعة نمو الحملان وحتى إدخاله بنسبة 25% أدى إلى انخفاض مؤكد إحصائيا في النمو عالميا فإن الجفت تفل الزيتون المغربل يمكن إدخاله بدلا المركز من 20 إلى 30% في غذاء الحملان دون إنقاص في النمو يمكن إدخاله في غذاء خلطات الحوامل حتى نسبة 35% على أن تكون الخلطة متزنة ورق الزيتون ورق الزيتون تكلمنا من قبل عن تفل الزيتون والآن نتكلم عن ورق الزيتون يقدم بشكل طازج يحتوي الورق على أساس المادة الجافة يحتوي تركيب الكيماوي للأوراق الزيتون 13% بروتين خام 2 ميجا كالوري طاقة تمثيلية لكل كيلو جرام مادة جافة تتناول منه الأغنام حوالي 8 من 10 كيلو جرام لكل 100 كيلو جرام وزن الجسم عندما يجف الورق فإنه يحتوي على 10.6 من 10% بروتين خام و1.6 ميجا كالوري أي عند جفاف الورق تقل نسبة بروتين الخام ونسبة الطاقة الممثلة الأغصان 8.9 من 10% بروتين خام و1.3 من 10 ميجا كالوري طاقة تمثيلية لكل كيلو جرام مادة جافة إذن أوراق الزيتون بها بروتين وطاقة أعلى من الأغصان ورق الموز وساقه أوراق الموز وساقه أي شجر الموز تشكل 80% من النبات أوراق الموز تشكل 80% من النبات يجب أن يضاف إليه مصدر أزوتي مصدر البروتين تكون في الغالب التركيب الكيماوي الأوراق من 5 إلى 9% تقريبا مادة جافة من 3 إلى 3.5 بروتين خام للمادة الجافة معامل هضم الوراق 65% معامل هضم الساق 75% في تجارب الأستاذ الدكتور محمد حرب أستاذ تغذية المجترات في الجامعة الأردنية وجد أن ورق الموز وساقه يمكن إطعامه للأغنام بمعدل 300 إلى 400 جرام يوميا للرأس الواحدة إن معاملة ورق الموز بالقلويات وإضافة اليوريا إليه يحسن معامل هضم الألياف إن التوازن النيتروجيني يكون سلبيا حين إطعام ورق الموز لوحده استعمال 20% من الخلطة لأوراق الموز لم يؤثر سلبيا على إنتاج الحليب أو تركيبه أو نمو الحملان حتى الفطام ونشكركم على حسن استماعكم إلى أن نلقاكم على خير في الحلقات القادمة بأمر الله تعالى محدثكم محمود سلامة الهيشة